وقد وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كلمة سامية إلى القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المنعقيدة حاليا في مدينة الرياض فيما يلي نصها إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارككم اليوم في هذه القمة الهامة تلبية لدعوة كريمة من أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله معربين عن جزيل شكرنا على حفاوة الاستقبال وحسن الوفادة وكرم الضيافة التي نحظى بها دائما كلما حللنا على هذه الأرض الطيبة ونغتنم هذه المناسبة أيضا للتعبير عن تقديرنا البالغ لفخامة الرئيس أولانتا هومالا رئيس جمهورية بيروس صديقة على الجهود الحثيثة التي بذلها خلال ترأسه للفترة السابقة والتي كان لها الأثر الكبير في تقدم مسيرة التعاون المشترك بيننا لقد شكلت القمة الأولى بيننا والتي استضافتها جمهورية البرازيل الاتحادية عام 2005 الانطلاقة الأولى للعلاقات متعددة الأطراف بين المجموعتين وحددت الخطوط العريضة والأطر الرئيسية لاستثمار ما يربط دولنا وشعوبنا من علاقات تاريخية عريقة وقواسم مشتركة عديدة وتقارب كبير في وجهة النظر والمواقف إزاء العديد من القضايا المطروحة على المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية التي ننتمي إليها واليوم وبعد مرور عقد على إنشاء هذا التجمع الهام فإننا على ثقة تامة بأن هذه القمة ستحقق الأهداف المرجوة منها في تمتين وتكثيف العمل بيننا في مختلف المجالات وخاصة إننا قطعنا أشواطا لافتة في مسيرة التعاون المشترك خلال القمتين التاليتين في الدوحة وليمة تعد بمثابة أساس راسخ للارتقاء نحو المزيد من التعاون المثمر إنما تموج به منطقتنا العربية من صراعات متعددة وما تشهده من أزمات متفاقمة أساسها التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية وتمتد بتأثيراتها الخطيرة وإفرازاتها السلبية إلى مختلف دول العالم وتؤثر بشكل مباشر على الأمن والسلم الدوليين يتطلب جهودا أكبر وتعاونا أقوى لمواجهتها وحلها فما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات وانتهاكات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر يفرض تحركا أكثر فاعلية لمنع ترد الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة ولتوفير الحماية الكافية للشعب الفلسطيني والحفاظ على الأماكن الدينية في مدينة القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ووقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مقدرين عاليا مواقف دول أمريكا الجنوبية الداعمة للقضية الفلسطينية أما الأوضاع في اليمن فهي تصير بخطا ثابتة نحو ما يصب إليه الشعب اليمني الشقيق ولن تتخلى دول التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عن دورها الذي تقوم به حتى يتم استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء كافة صور التدخل الخارجي وإيجاد حل سياسي طويل الأمد بين جميع الأطراف يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والتقدم مؤكدين بأننا ملتزمون بالقيام بواجبنا في تقديم مختلف أنواع المساعدات الإنسانية وندعو المجتمع الدولي لتكثيف جهوده المبذولة في هذا المجال كما أننا نؤكد أحقية الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران وندعم كافة الجهود التي تحفظ للأشقاء في سوريا وليبيا الحرية في اختيار مستقبلهم من خلال المشاركة والاتفاق على بناء نظامهم السياسي المستقل للمحافظة على وحدة واستقلال دولهم وحماية أراضيها من الإرهاب والتطرف والعمل من أجل التنمية والتقدم والرخاء إننا نتطلع إلى زيادة وطيرة التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري بين الجانبين العربي والأمريكي الجنوبي وخاصة أن هذا الهدف لن يساهم فقط في تدفق المبادلات التجارية والاستثمارات بينهما ولكنه سيؤدي كذلك إلى انبثاق تجمع اقتصادي قوي يتمتع بقدرات هائلة ومقومات كبيرة على المنافسة الدولية وإن الفرصة سانحة لقيام هذا التكتل الاقتصادي في ظل ما شهدته العلاقات الاقتصادية بين دولنا من طفرة كبيرة وارتفاع معدل التبادل التجاري بين كثير من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية إلى مستويات مبشرة إضافة إلى إمكانيات ومجالات وفرص التعاون والتكامل الكبير المتاحة في العديد من القطاعات بين دول المجموعتين ومن بينها قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة والخدمات المالية والتدريب والتعليم وغيرها وإيمانا منا بأن العلاقات الإنسانية بين الشعوب تعد ركنا أساسيا في ترسيخ العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة وانطلاقا من أن العلاقات بيننا بدأت وارتكزت على الترابط والتواصل بين شعوبنا فإننا نرى أهمية أن تتطور اجتماعاتنا الرسمية لتكون ضمن منتدى موسع يتناسب مع حجم المشاركات التاريخية والحضارية بيننا ليشمل كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ويشارك فيه الجميع من سياسيين ورجال عمال ومثقفين ومفكرين كي يستند عاملنا الرسمي المتقدم والمتطور على إطار شعبي متسع يحقق دفعة نوعية وخطوة فارقة في مسيرة التعاون المشترك ويضمن استدامة العلاقات فيما بيننا وفي الختام نؤكد أن تعظيم مكتسبات شعوبنا وتحقيق المزيد من التنمية والرخاء سيكون أمرا قائما بقوة بارتقاء التعاون بيننا لمجالات وآفاق أوسع معربين مجددا عن ثقتنا التامة في نجاح هذه القمة في الوصول إلى الأهداف المرجوة منها بما يحقق مصالحنا المشتركة ويلبي تطلعاتنا وآمالنا في مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا وقد شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في أعمال الجلسة الأولى المغلقة للقمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس المؤتمر والتي عقدت مساء اليوم في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض كما حضر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه مساء اليوم مادبة العشاء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بمركز عبد العزيز للمؤتمرات تكريما لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول المشاركة في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ترجمة نانسي قنقر